السلام عليكم متابعيني العزة اهلا بكم فيديو جديد طبعا بالبداية احتدر عن انقطاع اللي صار ولكن كان بسبب ظروف الجامعة و ظروف الحياة بشكل عام ولكن ان شاء الله رح تكون اللي رجعة مميزة اوارت بعض الاشياء بالقناة مثل الكاميرا والصوت والاضاءة وان شاء الله اقدر اقدر اقدم محتوينا لعجابكم اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو رح يحشي عن جهاز من شركة ريلمي واللي هو الريلمي 6 اكثركم تعرفون هذا الجهاز وكان الى شهرة واسعة بالعراق الجهاز حاليا صلى ما يقارب السنة بالاسواق العراقية وبهذا الفيديو ان شاء الله رح نشوف اذا كان بعد الجهاز يستحق انه تاخذه او ما يستحق كل هذه التفاصيل المعلومات رح يشوفوها بهذا الفيديو اذا اكتابع للنهاية ان شاء الله رح تستفاد اول شي رح نبدأ به بهذا الجهاز هو الدزاين او التصميم الخارجي خامات الجهاز تجي بالكامل مصنوع من البلاستيك جسم الجهاز والحواف بالكامل تكون مصنوع من البلاستيك لزجاج وراح يكون شكله جميل جدا ولكن مع الشغلة سيئة جدا ايضا بنفس الوقت واللي هي انه الجهاز ياخذ بصمات بشكل كبير وفضيع جدا يعني مجرد مسكك للجهاز الجهاز رح ينتز بصمات وبالظهر عندنا اربع كاميرات خلفية مع العكاسات بالالوار رح تنطل الجهاز مظهر جميل وجذاب جدا بالنسبة لموضوع التصميم فالشغلة الوحيدة اللي ما عجبتني بي هي سرعة اخذ البصمات نجي للشاشة بالنسبة للشاشة كارقام فتجي بحجم 6.5 انج من نوع IPS LCD بدقة FHD Plus 1080x2400 بيكسل والدرجة سطوع الشاشة يصل الى 480 نتس وايضا الشاشة تجي بطبقة حماة من Gorilla Glass G للثارج لديك الميزة القوية جدا واللي هي دعم الشاشة للتسعين هيرتز وكثافة البيكسلات تصل الى بعيدا تماما عن الارقام بعرض المحتوى الشاشة رح تنطيك اداء جيد جدا ولكن باستخدام الجهاز تحت اشعة الشمس هنا انت رح تواجه مشكلة شبيرة واللي هي انه شاشة بالقوة رح تبين والسبب انه درجة سطوع الشاشة تعتبر منخفضة الى حد ما لذلك لازم تخلي هذا الشي ببارك بالنسبة الميزة القوية لبهاي الشاشة هو دعمها للتسعين هيرتز صراحة رح ينطيك تجربة اكثر من مميزة هذا كان كلما يخص شاشة الريالمي سيكس نجي هسا الاعتاد الداخلي الجهاز يجي مع معالج ميديا تيك الهيليو جي تسعين تي اللي يكون مبني على معمالة 12 نانو متر مع معاجد رسوم من مالي جي ستة وسبعين اول شي اذا استخدامك عادي كان تطبيقات على اشياء بسيطة نهائيا ما رح تواجه اي مشكلة مع هذا المعالج وثانيا اذا كان استخدامك ثقيل سواء كان العاب او استخدام تطبيقات بكثرة فايضا هذا المعاجد رح ينطيك اداء قوي جدا وبالنسبة لموضوع الالعاب فهذا المعاجد رح يقدر يشغل لك على سبيل مثال بلعبة بوب جي رح يقدر يشغل اللعبة على اعدادات اله دي ار مع فريمات عالية واذا عنده خيار ثاني ذاتري تلعب اللعبة على اعدادات السلس لان المعالج بهاي الحالة رح ينطيك فريمات اكسترين وهذا الشي اللي انصح بي عندما تلعب فب جينباير وبالنسبة الموضوع اللي صار عليه جدل هواية واللي هو موضوع الحرارة حسن استخدامي الجهاز رح يعتمد على المكان او البيئة اللي انت موجود بيها وهذا الشي اللي حاله حال اي جهاز بالنسبة لي ما شفت اي ارتفاع ملحوظ للحرارة حتى عند اللعب لساعات طويلة هذا كان ملخص الاستخدام بالنسبة للمعالج بالنسبة للنظام الجهاز يأتي مع الاندرويد 10 مع واجهة ريلمي اي بالنسبة لي خيارات الرام و ساعات التخزين رح يكون عنده خيار واحد وهو 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة 128 جيجا بايت انا هنا احكي عن نسخ المتوفرة داخل العراق فقط وايضا مع امكانية اضافة كرت ذاكرة خارجي اما بالنسبة للكاميرات فمثل ما ذكرت الجهاز يأتي باربع كاميرات خلفية اساسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا ثانية الترا وايد او للتصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل كاميرا ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا الرابعة للدبث او العزل بدقة 2 ميجابيكسل ايضا والكاميرا الخلفية تنطيكي مكانية تصوير فيديو بدقة 4K مع 30 انطار بالثانية كاميرا هذا الجهاز ستنطيكي بظروف الإضاءة الجيدة صور جيدة ومقبولة جدا لكن ظروف الإضاءة المنخفضة ممكن رح تشوف بعض المشاكل وخصوصا متصوير الالترا وايد صراحة ما نصحك جدا متصوير الالترا وايد لانه هاي تفاصيل بصورة رح تختفي وايضا الديناميك رينج رح تشوفه ضارب بعض الاحيان وبالنسبة للكاميرا الماكرو والدبث فمشتواها مقبول بالنسبة لهاي الفئة السعرية من الاشياء اللي بالنسبة لي بشوفها جيدة بهاي الكاميرات اول شي هو تصويرها الفور كي رح ينطيق جودة جيدة جدا وبالنسبة للكاميرا الامامية فتجي بدقة 16 ميجابيكسل ومستوى الكاميرا الامامية مقبول اما بالنسبة للبطارية بطارية الهاتفية 4300 ميلي امبير تدعم شحن السريع بقوة 30 واط ومنفذ الشاحن من نوع USB-C اذا كان استخدامك اعتيادي للهاتف فراح يمشيك يوم كامل بكل راحة بدون اي مشاكل اما اذا تشفت مستخدم ثقيلة و 24 ساعة مقضيها على الموبايل فبهاي الحالة اعتقد انه رح تصطر خلال نص ساعة ممكن ينطي 55-60% خلال 55 دقيقة رح ينطيك 100% موضوع الشحن بهذا الهاتف نقطة قوية وميزة مهمة جدا لهذا الجهاز وبالنسبة للامان الجهاز يجي بصمة جانبية مدمجة مع زر الباور بصمة سريعة وفعالة جدا وما رح تواجه بها اي مشاكل صراح تجربة الاستخدام مع هاي البصمة كانت اكثر من ممتازة وايضا للتذكير الجهاز لعب منفذ السماعات 3.5 ملم اللي بالنسبة لي شغلة مهمة جدا اما بالنسبة للسعر فسعر الجهاز حالي ممكن يشوفه من 200 الى 210 دولار يعني تقريبا رح يساوي من 280 الى 310.000 دينار عراقي طبعا اكيد السبب معروف هو بسبب ارتفاع سعر الدولار ولكن بالرغم من هذا بالنسبة لي وبرأيه شخصي هذا الجهاز لا زال يستحق هذا السعر كون القيمة اللي قدمها مقنعة جدا مقابل هذا السعر وبالتأكيد هذا رأيي ولكن الاختيار الأخير رح يكون لك انت بالنهاية هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو اتمنى ان يكون لأعجابكم لا تنسى ان اشاركتني رأيك اسف الفيديو بمكان التعليقات واشوفكم فيديو جاي في امان الله الجهاز حاليا ما يفار بالسنة في الاسواق العراقية هل تشيل بالعراقية؟ هل تشيل بالعراقية؟ هل تشيل بالعراقية؟ ايو انا شايا عايز توفر بالعراق؟ والله فاضحنا على البطل عادي عم يعوفة عادي يلا والله قطع سلسيت أفكاري لا ايلا بابا مش كاما مش كاما